بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 182 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئات الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وباركة بكم كنا مع المؤلف رحمه الله في التفريق بين الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها وما صلى فيه اتفاقا وذكر أدلة مثل حديث أتبان بن مالك وسلمة أبن الأكوع قال هنا وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله القسم الأول سواء يعني حديث سلمة وليس بجيد فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن من استدل بقصة سلمة بن الأكوع وأنه كان يصلي عند الاصطوانة التي فيها المصحف لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها فمن خلط في هذا واستدل بحديث سلمة هذا على أنه يجوز أو على أنه يشرع أن تقصد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من غير فرق بينما قصد الصلاة عنده وبينما فعله اتفاقا أن هذا خلط يجب بيانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى كما رواه سلمة يتحرى الصلاة في هذا المكان يعني يقصد الصلاة في هذا المكان بخلاف المكان الذي لم يقصد الصلاة فيه وإنما فعله فعلها فيه اتفاقا من غير قصد فالأول مشروع وهذا غير مشروع أحسن الله إليكم قال رحمه الله نعم إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان نعم التحري في مكان خاص كمحل الصوانة التي أشار إليها يفترق عن المكان الذي ليس ليس مقصودا من الأصل كالذي يتخذ مكانا من المسجد لا يصلي إلا فيه وهذا يسمى بالإيطان المنهي عنه لأن تخصيص مكان من المسجد دون المكان الآخر هذا لا يجوز وإنما المسلم يصلي في أي مكان تيسر له من المسجد أما تخصيص بقعة لا يصلي إلا فيها فهذا منهي عنه إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه نعم لكن بعض أمة المساجد وكبار سنفيه يتخذ فيه آخر المسجد مكانا فيه متكاء أو فيه فراش وعنده مصحفة يكون هذا من الإيطان المنهي أو لا يصلي فيه النوافل هذا من مكان جلوس للعبادة فلا باس بذلك لأنه المكان المناسب له لأنه هو المكان المناسب له فهو بعيد عن الناس وعن المشوشين نعم فإذا فعل هذا لحاجة فلا باس به يعني ليس ذاك من الإيطان المنهي عنه ليس من الإيطان المنهي عنه نعم رسال الله إليك قال رحمه الله فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعله وبين ابتداء بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به نعم فالإيطان بدعة لم يسنها بل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأما المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة أو يدعى فيه فهذا مشروع نعم قال وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا صلى الله عليه وسلم من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة فنظير هذا يصلي المسافر في منزله وهذا سنة نعم فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لسبب نعم وفعلناه نحن من غير ذلك السبب فهل هذا جائز أم لا الصواب أن هذا لا يجوز اعتياده واعتباره سنة معدام زال السبب ومن ذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أو المكان الذي جلس فيه في سفره اتفاقا من غير قصد وإنما فعله لسبب وهو إرادة الاستراحة في هذا المكان أو أداء الصلاة في المكان الذي أدركته الصلاة فيه هذا هو السبب فنحن لا نأتي من بعده ونتخذ هذا المكان متعبدا من غير وجود السبب الذي من أجله فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة فيه نعم قال فأما قصد الصلاة في تلك البقاء التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه مسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحر الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فإنهم أعلموا بسنته وأتبعوا لها من غيرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضل على هذا رد على الذين يحتجون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما من تحريه الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو صلى فيها مع أنه لم يقصدها وإنما فعل هذا فيها اتفاقا من غير قصد فكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا ترددون بين مكة والمدينة ويمرون بهذه الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي صلى فيها إذا أدركته الصلاة ولم يكونوا يقصدونها فهذا يدل على أن ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لما عليه أكابر الصحابة ولو كان هذا مشروعا لما تركه أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار قالوا التحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع وقول الصحابي إذا خالف نظيره ليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة نعم قول الصحابي إذا انفرد به عن جماهير الصحابة ليس حجة وهذا ابن عمر رضي الله عنهم فرد بهذا عن جماهير الصحابة فليس بحجة فإجماعهم على المنع من ذلك هذا شيخ فيه مسألة أنه بعض الأتباع إذا قال عالم من علماء متأخرين جدا قولا تمسكوا به هو من هذا النوع نعم إذن يجب تحرير اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وغيره قد يوخذ مهما كان يوخذ يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصلة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ونحن إذا طبقنا على هذه المسألة وجدنا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين على خلافها فإن السنة لا تدل على قصد هذه الأماكن وكذلك فعل الخلفاء الراشدين لا يدل على قصد هذه الأماكن التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم نعم حسن الله ليك مع محبتنا العبد الله بن عمر وعلمنا أنه من كبار الحفاظ ومكثير الرواية والحريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الحلقة نقول كثيرا ونتكرر بالشرح جزاك الله خير إنه أخطى بن عمر والصواب خلاف ما فعله إذن من السهولة أن نقول ليس الصواب هنا مع الإمام أحمد أو الشافعي أو بحنيفة أو بن تيمية نريد أن يهون على الناس أن الإمام المتبع أو الصحابي الجليل قد يخطئ وأن الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأتباع لا يقبل ذلك لا نجتري أن نقول أخطى الإمام أحمد أخطى بن تيمية ونحن هنا نقول الصواب خلاف بن عمر ما قالها بن عمر ليس بصحيح ما فعلها بن عمر ليس بصحيح بن عمر رضي الله عن هذا لا يقدح في فضله أحسن الله إليك ومكانته وعلمه رضي الله عنه وسابقته في الإسلام رضي الله عنه لكن نحن نقول كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر لا شك أنه يريد الاتباع ويريد العمل بالسنة ويريد حبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك أن الله امرنا باتباع الكتاب والسنة أحسن الله إليكم قال رحمه الله أيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله تعالى وهذا محذور كبير أن هذه الأماكن إذا أحيت واعتني بها وبني عليها أن هذا يكون سبباً لأول شيء سبب للبدعة لأن هذا العمل بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والأمر الثاني أن هذا وسيلة إلى الشرك فإن هذه الأمكنة إذا اعتني بها وزخرفت وزينت تخذها الناس مكاناً للبركة والتعبد فيها والتبرق بها فيكون هذا من جنس فعل أهل الكتاب لما أحدث الكنائس والبيع على أثار أنبيائهم وآل هذا بهم إلى الشرك بالله عز وجل نعم حسن الله لكم قال رحمه الله ذلك ذريعة إلى الشرك بالله نعم والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدًا للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيها وصلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه نعم وكذلك الواجب حسم هو الوسائل التي تهضي إلى المحذور وسد الطرق التي تهضي إلى المحذور فإن بناء هذه الأماكن والعناية بها وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد لعواء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة لله في أوقات كان المشيكون يتحرونها منعا للتشبه بهم ومنعا للشرك بالله فإنهم كانوا يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت لأن لا يأول هذا بنا إلى أن تعبد الشمس والقمر كما فعل المشيكون من قبل المصلي عند طلوع الشمس عند غروبها وإن كان لا يصلي إلا لله عز وجل لكن هذا فيه أولا فيه تشبه بهم قد نهينا عن التشبه بهم وثانيا فيه وسيلة إلى الشرك وهي أنه صلي في هذا الوقت فالمشيكون يصلون فيه للشمس والقمر فإن هذا يأول بالناس إلى أن يعبد الشمس والقمر ولو على المدى البعيد فلذلك حسم الشارع هذه المادة وسد هذا الطريق أثابكم الله قال رحمه الله ولو ساغ هذا لستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه نعم جبل حراء هو الذي فيه الغار غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه قبل البعثة ويبقى فيه أياما يصلي فيه ويتعبد لله ويبتعد عن دين المشركين فلما بعث صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لم يكن يذهب إليه بعد ذلك وكذلك غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين لما أراد الخروج إلى الهجرة قصده واختفى فيه ثم خلصه الله منهم وذهب إلى الهجرة لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إليه بعد ذلك وإنما فعل هذا وقت الحاجة فقط فعل هذا في غار حراء وفي غار ثور وقت الحاجة فقط ولم يفعله من باب التعبد وتخصيص هذين المكانين للتعبد وإنما فعل هذا للحاجة وقد انتهت الحاجة وفعل هذا لسبب قد انتهى السبب فنحن لا نتخذ هذا من بعده مكانا للعبادة فلا نذهب إلى غار حراء ولا نذهب إلى غار ثور لأن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ولا فعله بعد الهجرة لما انتهت الحاجة وانتهى السبب وكذلك الصحابة لم يكونوا يقصدون هذين المكانين للعبادة أبدا سلام عليكم قال ولو ساغ هذا لست حب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين الذين بطريق جبل قاسيون بدمشق الذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى والمقام الذي يقال إنهما غارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاء التي بالحجاز والشام وغيرهما لو فتحنا هذا الباب وقلنا كل مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه فإنه يقصد من بعده لم فتح الباب لكل الآثار في الديانات الأخرى التي تمتلئ بها كثير من الأماكن فليأجل سد هذه المادة وحسمها فإنه يقال لا يجوز إحياء هذه الآثار والعناية بها وكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء جلس فيها أو صلى فيها من غير تشريع ومن غير قصد لا يعطينا أننا نحييها من بعده وأننا نقيمها من بعده رضي عليهم صلوات الله وسلامه نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ثم ذلك يخضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يُعبد من دون الله تعالى شرك مبني على إفكه كما أنه اتخاذ هذه الأماكن التوسع في إحيائها وسيلة إلى انفتاح باب البدع والعناية بالمقامات والآثار التي تروى عن السابقين من الأنبياء والصالحين فيفتح هالى بابا على الإسلام فتهجر المساجد وتحيى المشاهد فكذلك هذا أيضا فيه محذور أنه يفضي إلى الشرك بالله عز وجل فإن الشرك إنما يبنى على الكذب والافترى من الحكايات والمنامات وغير ذلك قال رحمه الله شرك مبني على إفكه والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص الله جل وعلا يقرن في كتابه بين الشرك والكذب فالشرك كله مبني على الكذب وعلى الروايات المكذوبة كما أن الإخلاص والتوحيد مبني على الصدق واليقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا نعم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به نعم فشهادة الزور وهي من أعظم الكذب قرنت بالشرك قال صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور شركا بالله يعني ساوت الشرك والله جل وعلا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فقرن بين قول الزور وبين الرجس من الأوثان لأن الشرك مبني على الزور وعلى الكذب نعم وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول وأين شركائي الذين كنتم تزعمون الذين كنتم تزعمون والزعم هو أكثر بالحديث نعم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون لا يقدرون أن يقيموا دليلا على شركهم في يوم القيامة يطالبون بالبرهان فيعجزون عن ذلك ويعلمون أنهم كاذبون والعياذ بالله لأن الشرك مبني على الكذب نعم وقال تعالى عن الخليل إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أعفكا آلهتا دون الله تريدون ماذا تعبدون أعفكا آلهةا دون الله تريدون فقرن بين عبادة غير الله وبين الإفك وهو الكذب لأن عبادة غير الله والشرك بالله مبنيان على الكذب والزعم والظنون وقال تعالى وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَى أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ والزعم هو الكذب فهذا دليل على أن الشرك دائما مبني على الكذب والإفك وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخرصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لا يهدي من هو كاذب كفار بعد قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فالله حكم عليهم بالكفر حكم عليهم بالكذب لأن الكفر مبني على الكذب والبهتان وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلف ترد إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون وظل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والشرك بالله عز وجل وأن اتخاذهم هؤلاء الأولياء مبني على الكذب وعلى البهتان فيتجلى هذا يوم القيامة والعياذ بالله إذا جاء الحساب وطلبت الحجج والبينات وقال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون نعم إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجلة من بني إسرائيل وعبدوه من دون الله لما زين لهم السامري ذلك فإن سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الشاهد في قوله وكذلك نجزي المفترين لأن عبادتهم للعجل كذب وافتراء فدل على أن الشرك مبني دائما وآبدا على الكذب وعلى الافتراء قال أبو قلابة هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة ليست خاصة بأهل الكتاب بليهود الذين عبدوا العجل وإنما قوله تعالى وكذلك نجزي المفترين هذا عام لكل مبتدع والبدع كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى تشريع دين لم يعدن الله به قال الشيخ السلام رحمه الله وهو كما قال فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به وهذا ظاهر عليهم في الدنيا وفي يوم القيامة يفتضحون والعياذ بالله حينما تنجل الحقائق ولا يبقى إلا الصدق والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء دائما وابدا الله وقف الشرك وسائر البدع ليس لها برهان وليس لها دليل وإنما مبناها على الكذب والافتراء والقصص الكاذبة والخيالات والمنامات كلها مبنية على هذه الأمور وعلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداء والافتراء أقرب نعم أهل الإخلاص وأهل التوحيد أقرب إلى الصدق دائما وابدا ويتحرون الصدق وأما أهل البدع وأهل الشرك فإنهم دائما مع الكذب ومع الافتراء وليس معهم حجة وليس معهم برهان ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون نعم جميع أهل الضلال والخرافات والبدع والكذب يعادون الحق وأهل الحق وإن لا تروق لهم المساجد بيوت الله الخالية من الشرك والخالية من القبور وإنما يروق لهم ما كان مجتملا على الشرك ومبنيا على الإفك والمساجد التي يسمونها مساجد وهي مشاهد مبنية على قبور الأموات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد فهم يحرصون دائما وأبدا على إحياء المشاهد وإيماتة المساجد لأن المساجد لله قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأما المشاهد فإنها خبالة للشرك وأمكنة للشرك فهم يحرصون على إحيائها وعلى عمارتها ولا يحرصون على عمارة المساجد أو يدمرونها إذا قدروا على ذلك ويجعلون بدلها المشاهد الشركية نعم حسن الله لكم قال رحمه الله والله سبحانه في كتابه إنما آمر بعمارة المساجد إلى المشاهد فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسع في خرابها ولم يقل مشاهد الله نعم الله جل وعلا سماها مساجد فقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله سماها مساجد ونسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا لها لخلاف المشاهد فإنها ليست لله عز وجل ولهذا لم يقل مساجد الله لم يقل مشاهد الله وإنما قال مساجد ففرق بين المساجد والمشاهد أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهنس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الهنقة القادمة إن شاء الله على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته